بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسلام متابعيني ربي تكونوا كويسين بصحة جيدة معكم مصطفى قناة يوتيوب اللي بيسمعني الاول مرة وعجب الفيديو ما ينساش تشترك وفعل قرس حب اعرف اللي بيسمعني الاول مرة اني فيه قناة ثانية اسمها يوتيوب معرفة يمكنكم الوصول إليها عن طريق فتح قناة يوتيوب افتحوا هذه القناة اسفل الفيديوهات عند الفيديوهات مميزة هتجد القناة الثانية القناة الثانية وقناة يوتيوب وقناة يوتيوب معرفة بنزل فيهم موضوعات وانشاءات ووضعيات مجيئة هتعجبكم ان شاء الله ولكن اشتركوا في القناتين وفعلوا قرس في القناتين يجب تفعيل الجرس لانك لو اشتركت بدون تفعيل الجرس كأنك لم تشترك فانت تحاول تدعمنا وتسندها بالاشتراك وتفعيل الجرس وكمان لا تنسى اللايك طالما الفيديو بيعجبك او بتأخذ التعبير او بتأخذ جزء من التعبير اعملنا اللايك وكومنت حلو للقناة واذا لا تريد وتكون منت حلو يمكنكم الصلاة اه ذكر الصلاة ذكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم حبيبونا وشفيعونا ونبيونا محمد صلى الله عليه وسلم اه اليوم بتعبير كتابي عن فوائد الخضروات لسنة رابعة وخامسة ابتدائي يعني وضعيات مجيئة عن فوائد الخضروات لسنة رابعة وخمسة ابتدائي المرحلة الابتدائية اه يا رب يعجب كل اللي بيسمعني اه وخصوصا المرحلة الابتدائية سنة رابعة وخمسة يجب اللي بيسمعني من تلاميز سنة رابعة وخمسة السند الخضر من الأخذية الهامة التعليمة اكتب نص من ستة إلى ثماني أسطر تصف فيه الخضر شكلها لونها طعمها محددا فوائدها الغذائية وموظفا اسلوب تعجب يعني عندنا حدد هو من ستة لثماني أسطر نلتزم بما هو نحترم المطلوب من ستة لثمانية يعني ممكن ستة ممكن سبعة ممكن ثمانية لا يقل عن ستة ولا يزيد عن ثمانية أسطر ماذا هنكتب فيه الوضعية هنتكلم عن شكل الخضر لون الخضر طعم الخضر محددا فوائد كمان فوائد الخضروات وموظفا هنوظف اسلوب تعجب يجب أن يكون في الوضعية اسلوب تعجب نلتزم بما هو مطلوب لكي نأخذ العلامة كاملة المقدمة عندنا أي موضوع تعبير عندي مقدمة وعرض وخاتمة مقدمة وعرض وخاتمة ماذا أكتب في المقدمة وماذا أكتب في العرض وماذا أكتب في الخاتمة المقدمة عندي المقدمة بتكون قصيرة والخاتمة بتكون قصيرة والعرض أكثر من المقدمة وأكثر من الخاتمة هو طالب من عندي هنا طالب من 6 الثمانية يعني الوضعية قصيرة يبقى حنقسم السطور على المقدمة والعرض والخاتمة ممكن نجعل المقدمة سطر أو سطران والخاتمة سطر أو سطران وباقي السطور نجعلها في العرض باقي السطور نجعلها في العرض تمام المقدمة أترك بيات في بداية المقدمة وأترك بيات في بداية العرض وأترك بيات في بداية الخاتمة المقدمة الخضر من الأغذية المهمة لصحة الإنسان مثل الجزر والخص والفلفل وغيرها المقدمة جعلتها لمحة للموضوع وذكرت أنواع الخضر مثل الجزر والخص الجزر والخص والفلفل وغيرها ممكن المقدمة نأخذها من السند هي ممكن تعريف الموضوع أو لمحها من الموضوع أو نأخذها من السند المقدمة ممكن نقول الخضر من الأغذية الهامة كده نصف سطر يصلح أن نجعلها في المقدمة الخضر من الأغذية الهامة وندخلها للعرض مباشرة العرض أترك بيض تتعدد الخضر وتختلف من حيث الشكل هبدأ بالشكل شكل الخضر من حيث الشكل فمنها جذورا أو سيقانا أو أوراقا أو أزهارا أو بذورا ذكرت شكل الخضر هدخل كده على اللون وأما من حيث اللون فنجد منها ألوان متعددة فنجد منها ألوان متعددة فمنها الأخضر فمنها في الفصلة هنا فمنها الأخضر والأبيض والبرتقالي والبنفسيجي وغيرها فمنها الأخضر والأبيض والبرتقالي والبنفسيجي وغيرها وأما بالنسبة لطعمها هذكر كده طعمها فهي أيضا متنوعة يعني كثيرة فمنها الحلو والحار ذكرت الشكل واللون والطعم هدخل كده على الفوائد هو يريد الفوائد محددا فوائدها والخضر لها فوائد كثيرة كثيرة متنوعة متعددة يعني متعددة فهي تخلص الجسم من السموم والأمراض وتنشط القلب والدورة الدموية وتقوي الجسم هنا أهمية وفوائد الخضر أهميتها الغزائية انتهيت من العرض أضع النقطة الخاتمة الخاتمة جعلتها نصف سطر ماذا كتبت في الخاتمة أو ماذا جعلت الخاتمة الخاتمة ممكن تكون نصيحة أو يبدأ رأي شخصي ممكن نستشت في الخاتمة بأي قراني حديث شريب بيت شاري مقولة أو حكمة مشهورة أو ممكن نجعله سلوب تعجب الخاتمة يصلح برضو أن نجعل الخاتمة أسلوب تعجب ويصلح برضو كذلك أن نجعل المقدمة أسلوب تعجب يصلح ينفع يعني فأنا جعلتها أسلوب تعجب لأنه طالب مني أسلوب تعجب فلم أذكر سلوب تعجب في المقدمة ولا في العرض فقط جعلتها في الخاتمة في النهاية اتعجبت من الخضر فما أجمل الخضر أو ما فما أجمل الخضر وما أفيدها فما أجمل الخضر وما أفيدها أو فما أحلى الخضر وما أفيدها سلوب تعجب نضع علامات هنا علامة تعجب من سلوب تعجب نترك بياض في بداية الخاتمة تمام كده أنا نهاية الوضعية يارب تعجبكم طولت عليكم في الفيديو وضفت سلوب تعجب وضفت الشكل واللون والطعم وكتبت فوائد عفوا مكتبت الفوائد ووصفت الخضر تمام نضع خط تحت اسلوب التعجب فقط لو هو طالب مننا نحن نسطر تحت اسلوب التعجب وأنا سطرت تحته كده انتهيت من الوضعية نلتزم بعلامات الترقيم أو علامات الوقف الفصلة النقطة اسلوب التعجب هنا نضع علامة تعجب الفاصلات نضعها ونضع نقطة في نهاية المقدمة ونضع نقطة في نهاية العرض ونضع نقطة بنهاية الخاتمة كده الوضعية لا تزيد عن ثمان سطور نحاول نستغر خطنا لكي لا تزيد عن ثماني سطور لو جدت خطك كبير تحاول تستغر خطك أنا مكبر الخط هنا لكي تظهر في الفيديو أشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء مع موضوعات تعبير أخرى ووضعيات إدماجية كانت معكم من الصفاء قناتي تيوك أراكم بالفيديوهات القادمة إن شاء الله أترككم في رعاية الله وحفظه يلا مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر